اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبدو أن نكون بشيء من الخوف والجوء ونقسم من الأموال ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبا قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهِ وأُولَيْكَ هُو الْمُهْتَدُونَ إِنَّا الصُّفَى وَالْمَرْوَةَ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَلِيْطَ مَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَيْنَ طَوَّ فَبِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَقْطُمُونَ مَا أَنْزَلَّا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْضِ من البَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْضِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْقِطَابِ أُولَئِدَ يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُ اللَّا عِيُونَ صدق الله العظيم